الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد نواصل في نفس الموضوع ألا وهو مسألة تفرق هذه الأمة فقد روى الإمام أبو داود عليه رحمة الله في السنن وصحح الألباني عليه رحمة الله من رواية أبي هريرة وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا الحديث بلغ درجة التواتر كما ذكر غير واحد من أهل العلم وهو حديث صحيح واشتهر بين العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وما في أي مجال للطعن في هذا الحديث لأن أهل البدع يحاولون أن يطعنوا في صحة هذا الحديث لأنه لا يوافق أهواءهم وأنا لهم أن يطعنوا في هذا الحديث حديث صحيح ما فيه أي اثنين ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه اليهود افترقوا اليهود قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام افترقوا فلما تفرقوا أصبحوا يلبسون الحق بالباطل وكذلك النصارى فخاتبهم الله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فإفترقت اليهود والنصارى وهذه الأمة لأنها ستتبع اليهود والنصارى وهي الآن تتبع اليهود والنصارى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغذة بالغذة حتى لو دخلوا جحر الضب قال لدخلتموه قالوا آه اليهود والنصارى يا رسول الله فألف من يعني منه غير الأمة للأسف الشديد اتبعت اليهود والنصارى فتفرقت الأمة إلى أحزاب وجماعات وطوايف وطرق تعرف الدين أصبح في أمة النبي عليه الصلاة والسلام للأسف الشديد زي الشركات والله زي الشركات كل 25-30 إنهم دين براهم يقول لك لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل تاني تجي بكرة بعد بكرة يتلموا خمسين عندهم دين حقهم براهم لسنا الوحيدون ولكننا عبارة عن شركات بس ليه شركات اللي تشايف لا فدي لا يهود دين للأسف الشديد بس ذات في بلدنا أكتر بلد الدين فيه ملقبة ومفرق هذا السودان للأسف الشديد دين مفرق جماعات وأحساب وطوايف وطرق كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك أي وقت يوم شفت بقول لك نحن نحن الحق الصوفية بكل طرقها كلهم تجانية سمانية ختمية إيا إيا كلهم بقول لك نحن أهل الله طيب ونحن أحباب المصطفى أها وثاني نحن أهل الزكر أها وثاني ومن دخل طريقتنا وأكل كسرتنا دخل الجنة الله كسرة مرة صعي بدخل الجنة طيب البرغر بدخل وين يعني أها تب بلقي أصوفي وما تعرف شنو الطريقة أمسك فيها والطريقة ما تخليها والطريقة يا دوب ليها وطريقة القوم ما ليه مسيل وا 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 جاي طين اليوم كله من الصباح لحد دي بالليل 24 ساعة لزاعات شغالة والتلفزيون شغال أي زاعة تفتحها تلقلك صوفي قاعد النية اللازرة قاعد الشروب قاعد السودان قاعد الخضراء قاعد ساهور قاعد القوات المسلحة قاعد كل الغنوات والزاعات تلقلك واحد درويش يا طاقية خضراء ولا طاقية صفراء ولا تقول اسكريم بتعلولي دين غريب ذاته تلقاه قاعد لغ بتليك شفتها ولوليا بدو الجنة ولوليا بيعلموا الغيب كذاب قاعدوا جنة جنجداد ما بيديك مش ابوك الشيخ ذا والذي لا إله إلاه جنجداد كمان كعب مش في جنجداد بيكون منافع لا بطلع سيوسيوه ولا بتقدر تاكله دا ما بيديه لك ابوك الشيخ لكن مين البيغنيع هاولاء هاولاء الناس للأسف الشديد الشعب السوداني إلا من رحم الله ديلي أومة صوبية فكهم كذا قليهم بيجاي تعال امسك الجماعة انبان دقوا النص ديق النص ديق ما تامي ابو ديق تامي بجيك ليو والديق السنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن اتخذوا معكل للأسف الشديد ديق يا قلوبه بيا قلوبه تعال امسنا ناسابو ديق النص الإخوان المسلمين إخوان مسلمين ضيعوا الدين في هذه البلاد للأسف الشديد لخبة عجيبة مرة واحد يا خنق أقول يومين والله أول مبارح قلتك افتع لذاعة شوف الجوطة الحاصلة طبعا أنا عارف انه في جوطة متى ما تفتع لذاعة تلقى لك واحد مجرم قاعد جايبين داك بتا بتا الدين النصيحي نصيحي بتا شنو انت لك نصيحة يا ذوي لكن ما شغلانا ملخبة جايبين في غناتهم درمان والله غناتهم درمان أول مبارح بالليل واحد ضرب ليه تلفوني يا مولانا والله عندي أخوي بيطلح حفلاته كده بيطلح حفلات بيغني ساوناته كده قروش حلال ولا حرام يا مولانا الآن السؤال لا مش واضح دار لي لفو دوران قال له والله طبعا المسألة دي ما شربك شربك شديد خلاص الله يشربك رأسك شربك اتقالوا سيلك شايك يا زول شرب الزول دا سألك والله الكلام ده هو المبارح الزول دا سألك سؤال واضح حلال ولا حرام بلفة ودور قال له الله في النهاية يقول لك حاجة والله المسألة دي فيها إني 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 يا زول لا يا ناسي دا يطلح يطلح بيشنو يعني إنت لو حسي فنان قال لك مسألة فيها إنا ها تعمل شنو يعني إنا طيب احتمال ما يقوم فيها إنا أراح أراح نمشي نشوف لنا شوف لنا ربا بيجاي يا أخي دي فتوى الله يهديك ويقول لك حلال ولا حرام تقول لشربك أو إنا إنا بتاع شنو يا أخي دا حياة علماء سودان تخيل دا يوم العلماء بتعيننا وقبل كده في رمضان الزول لا ذاته تعدين النصيحة تا عمك الله رماك في سكتنا نسوي لك شنو الزول كبير حقه تحترم نفسك وطا حشان ما نزلك السوكين جابه في التلفزيون بتاع السودان عامل معه لغاة داك عمر الجزلي بتاع أسماء في حياتنا وهم أسماء ليسوا في حياتنا عرفتها؟ أسماء في حياتنا جايب الزول لا برنامي قال اسمه موافقات موافقات كويس سألوا من نفس الموضوع دا الغنى وما الغنى أنا ما عارف الزول دا مشكلته دا شنو دا نحة ولا ولا أنا ما عارف الزول دا مشكلته عنده مودة مع الفنانين ولا الحاصي شنو سألوا من الغنى قام عمك قال ليه يا أخي والله طبعا الغنى دا برضو ما فيه مسألة خلافية وكذا داك طبعا ما مفتح ومر الجزلي مفتح قال لا لا بالله مولانا هسي عليك الله اسمان حسين بصوته الشجي داك عليك الله ها لما يغني يا طير المهاجر واللي اسمه جنو شجن قال لا لما يغني شجن يا مولانا ما بتسمع قال لا جدا قال لا ما قعد تسمع ليه أمك بيقى يضحك طبعا داك ما يستغلل التكسيمة بتاعته قال له بالله يا مخرج كذا دينا حاجة كذا طوال المخرج شغل لك السمسم القضارف الزول صغير ما يعرف إن شاء الله ما يعرف ما أنه ما له شغل له طوال السمسم القضارف ومولانا قاعد دا هيات علماء السودان تخيل معي بيسمع السمسم القضارف قاعد بعد ما لغنية خلصت قال له ها مولانا دا طبعا ما من الغنى الفاحش قال له دا من الغنى اللطيف قال له آي آي دا طيب طيب قال له دا قال له طيب يعني الغنى دا طيب يعني التعارف دا بس مشكلته معاك ناس وراء 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 دا عنده ما بينفهم عمك أما لو جيت قلت له والعيون وسحر العيون وكده يقول لك أنت كده مصيبة يا أخي باقلات بلد فيها علماء زي ديل بلد فيها علماء زي ديل معقول البلد تمش لك الدم قام سألوا أزول الله الله أنا مبسطت منه بالمناسبة معينه وزعته بتعلو له أمبر الجزلي لا لكن بيقرس قرصات زمها بيقرس قرصات زمها قام قال له يا مولانا في بعض الناس قال له بعض الناس قال له عندهم أوراد خاصة أوراد خاصة كذا يعني أوراد الصباح وأوراد كذا عندهم أوراد خاصة ويعطيين شنو في هذه الأوراد أما قال له الله طبعا من السنة أذكار الصباح وأذكار المساء يا أخي دا مهزا لك أصو من الموضوع دا ما قلقك أذكار الصباح والمساء قال لك في ناس عندهم أوراد ناس البرهانية اللي بيقول لك كر دهن 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 ده 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 يا أخي هو قزه لك ديل لكن محمد ما بيقدر يجاوب كذلك غير ناس الدجين الكبير تجي لجماعة جماعة أنصار السنة المحمدية هذا موضوعكم يقول لك وهذه الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة بالله أنت يعني عليكم بالجماعة فإنما تأكل الذئب من القنم القاصية طيب على النار غشك لابد يخمك بحديث ولا يخمك بآية ده مرضو يخمك نفس الحكاية يقول لك تعالى الجماعة وهذه الجماعة وعندهم شوف إت مما تتكلم في الجماعة إت عند النازل من الخوارج عندهم هم لأنه ما بعرفوا ذاته حكام الخوارج يقول لك إنت خوارج ليه خوارج؟ يقول لك لأنه خرجت عن الجماعة جماعة يا تاخ الله يهديك ما هي الجماعة القاصية النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون على الحق والجماعة كما قال ابن مسحود هي ما كانت على الحق ولو كنت وحدك انت براك لو على الحق انت جماعة واحد بيحكي لي عندهم إزاع اسمها البصيرة وعندهم تاني إزاع اسمها نور وعندهم واحدة تاني اسمها الاستجابة أظن تخيل معي فتح لهم إزاعات فتح لهم غنوات مش حقه المفروض يتكلموا بوضوح يأخذوا فيها الغنوات كلها بيتكلموا فيها الشيوخ بتاعين الصوفية انت ما تتكلم بوضوح يأخ بيضربوا ليهم وأنا أحرض الشباب من هذه الحنغة إنك بس البيت لننازل وتقل لهم تلفون أضرب لهم بس شان تعرف إن احنا كلامنا ده صح ولا غلط واحد ترب لهم عديل قال لهم واحد يقول قوماك نزاور طبعا ما جاء باسمها البراي قال لهم في واحد يقول قوماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وقال لهم برضو بيقول بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم الزول بيحكي لي قال لي بس بعد السؤال ده قال فاصل ونواصل قال لي أظنوا دارين يتشاوروا السؤال ده يجابوا ولا يجلوا قال لي الفاصل جرى قريب خمس دقائق أنت فاصل إلا في الحتة ده بس فاصل ونواصل لكن برضو قاعد لك كما شايت مش تزيع كابو ولا تزيع بتاعه إيش يزيع لك ما عارف كابو حلويات ما تعرفش يا أخي إتا جابوك للحلويات يا بيقين إتا جابوك لتخرج الناس من الظلمات هنا النور بإذن الله مش عشان تأتي تقول لي زبادي كابو حلويات ما تعرفش طحنية سعد الله يطقك في راسك دي ما حقتك إنت يا أخي ما لك وما لك إتا ما تتكلم في الدين جابوك شان تتكلم في الدين الحق ما رك قال فاصل ونواصل لما نجا راجع إذ قرص ما لا طبعا ما في مفر قام قال والله هذه طبعا من الأمور الشركية والشرك غطير جدا ويؤدي إلى النار وننتغل نستقبل مكالمة أخرى بس له الموضوع طبعا لا بيقول لك برعي لا بيقول لك مكاشر لا بيقول لك صايم ديم ولا يا حاج والتجرب أضرب لزا عشان غالة 96.3 ده تردد بتاهم في الخرطوم وفي الجزيرة وفي كادوقلي وفي ضنقلة في أي معل أضرب له مسألنا السؤال ده والله مرايكم شنو في كتاب البرعي لياغذ الجنة ونور الدو جنة تلقا يلفو يدور يقضيها ليك كده بس آه شنو يا مولان جاوب دغري آخر قول الكلام ده شرك والنشر الكلام ده البرعي لكن ما بيقدر يقول كده لأنه بيكفلوا للي زاعة بيكفلوها ليه ولو قال البرعي فهمت الحاصل ديها الفرق الأمة مفرقة تاني تسيق ديلت يتمسك نات جامع بلال نات جامع بلال نات جامع بلال أرح أمرك معانا في سبيل الله تمرك روحك انت سبيل الله بتعرفه إنما بتعرف سبيل الله يقول لك نخرج تلقاها من له ضنب العم بليفوها كيف تقال ضنب هنا وضنب بيجاي وتلقا هنا خاتيها وراء شوي شوف تبقى دي العلامة دي البصمة حقته مما تلقى العلامة دي عارف أزول لا تابع لي جامع بلال انت عارف باني انت الجامع حقه وما شفته لا مروح لا مكيف ما فيه قالوا نحن الدنيا دي طلقناها تب يا ذهل مراوح الجامع ما فيه مراوح قالوا الدنيا ما دائر الناد الدنيا دي الدنيا دي صغرى إنما الآخرة هي الحقيقة شان كذا لا بيشتغلوا والله إتلاقاك زول تابع لي جماعة الدعوة التبليغ والهج وإصباح جنودي ناس البلاق لقاك واحد يوم شغال على التالي ولا شغال موظف ولا في السوق ما فيه ما بيشتغلوا والله ما بيشتغلوا يطلعوا عالة على الناس إي يدق لك الباب كو 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 يقول لك تعال اسمع كلام الخير والإيمان وطبعا داير له لقمة تقال دايرك داير له لقمة أما تجيب له كسرة من جوه بيقوم بيشيله عايشين عالة على المجتمع والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الكسب كسب داود عليه السلام كان يأكلوا من يدي عليه الصلاة والسلام لكن داير ما بيشتغلوا يلفوا يقول لك أنا حمرك معانا ولا بيعرفوا ذاته دعوة ولا بيعرفوا علم ولا عندهم علم في راث والله يجرق من هنا لو لقى طريقة يودق لي يضموا لك الدار والله ما شأن أضموا لك في العيد في واحد لا قيناو تلقاوه في اليوتيوب نزلنا في اليوتيوب لا قينا هناك قال الرسول كان بيطلع من الصباح لعد المغرب بيكرعينه بس بالله انت عاني في خلل الحربية يمشي بيكرعينه تقول لي يا أخر حرك لا 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 نقول لك بيكرعينه بس لأنه عنده عقيدة في المسألة دي يا أخي طيب انت دار تمشي بيكرعينك يا بتاع التبليد كويس إن شاء الله تحبو طيب انت دار تمشي ودار تقول شنو دار تعمل شنو هل دار توري الناس التوحيد هل دار توري الناس السنة ولا دار تي تقول للناس نحكون أطلعوا معانا في سبيل الله جوهال يا أخي جوهال والله واحد اننا أخوانا ربنا هدو قال لينا كنت مركت مع الناس دي المرة قال ليه مشينا في جامح قالوا ليه يقوم يتكلم واتنوم يا ناس أنا ما أبعرف أي شي قالوا ليه لا بس إيه لا تقوم تتكلم انت عارد تمشي معهم يطلعوا بالقوة والله واحد يحكي لنا قال مرة واحد طلعوا طلعوا يجي في جمال ناس ما لقايي موضوع بيقى يبكي بيقى يبكي يا أخي تبذل ما يبكي ما كانت تحفظ حديث يجيقوله للناس لكنه ذاته ما عافظ حديث في رأسه دي الناس البلاغاتية وغير وغير البلد مليانة يا زول زي الصلطة زي ما قال النبي سعى سلم وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد الوحدة دي ما أدى اسم أدى وصف من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العقيدة وفي المنهج وفي الاتباع من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ديها الفرقة الناجئة ما عنده اسم معين أصلا فيهمته هذه وقفات قليلة مع هذا الحديث وأقدم أخونا شيئا